طبعاً بارح البالون دور؟ أكيد طيب شاهدت زيتا تويج بقى الأسباني رودري نجم مانشستر سيتي يعني كلمنا كمان عن مؤهلات خلينا أقول رودري للحصول على الجائزة كتعاملة زي استحقها ولا لأ؟ يعني السنة الفاتت قدم أفضل نسخة من رودري الحقيقة مع مانشستر سيتي لعب إسباني أولاً لكن كنت أشوف أنه نسل جونيوري الإسباني هو أحق بهذه الجائزة مع الفوز مع ريال مدريب دوري أبطال أوروبا دايماً فيه واحد أحق في فوز الجائزة دي دايماً الجائزة دي بالنور تحدينا عليها كلام كبير وكتير وغريب شوية الموضوع حتى مع محمد صلاح الظلم في أكثر يعني صلاح مش موجود أصلاً ضمن الثلاثين المخفرين صحيح رودري على خلفية ما أنجزه مع مانشستر سيتي السنة الفاتت الموسم مش الماضي الموسم ما قبل حتى مع تتويج مانشستر سيتي باللقب الأول دي في مسارته مع دوري أبطال أوروبا لعب إسباني كبير توج مع إسبانيا باليورو لعب تقيل في نص الملعب محترف كبير لكن كنت أشوف أن فيه لعبين أكثر مهارة يعني صحيح ما دخلتش إسبانيا من 60 سنة البالندور لكن الإسباني نفسهم كانوا زعلانين أنه لعب إسباني ليه مش حق هو اللي ياخد الجائزة من فريق إسبانيا وريال مدريد حتى وين كان جنسيته برازيليا لأنه فعلاً ساهم بشكل كبير لكن اليورو يدعم أكثر رودري ومن ثم رودري كان برؤية الفنيين وبرؤية المختارين حق بأنه يكون موجود على القمة بالنسبة ليه جائزة الكرة ذهبية الفرنسية طيب أفضل نادي في العالم ريال مدريد ليه يقاطع هذا الحفل لأنه كان منتظر من المسؤولين أنه يختاروا أفضل لعبين عندهم فشافوا أنه لأ فيها ظلم وأنه فيها محابة للكرة الإنجليزية بشكل أو بآخر وأنه ده دعم للأندية الإنجليزية على حساب ريال مدريد ومثلما قدرة ريال مدريد شافت أنه لأ ده إحنا بيبقى فيه وعود خفية فالوعود الخفية دي لما بتخالف بيبقى فيه إعلان بشكل عام أنه لأ أنت وعدتونا وما وفتوش في الديرة حتى لو كان الموضوع ودي مش رسمي فده أعلانوا ريال مدريد أنه لأ فيه حاجات بتحصل خلف الكواليس إحنا ما نعرفهاش الطبيعي أنها بينتج عنها أنه إحنا وعدنا بينافذ المرة دي ما تم تنفيزه ولذلك كان فيه حزن شديد أنه هذا البرازيلي في ناسو جونيور ما ياخدش جائزة الأفضل لعب في العالم كما وعد ريال مدريد ومسؤول ريال مدريد معه مدرب ريال مدريد فاز بأحسن مدرب في العالم وريال مدريد نفسه فاز بأحسن نادي في العالم كل جوائز في حتة وأفضل لعب في العالم في حتة تانية بلندور يعني ناخد كل حية لأ كل حجم الأفضل نادي وكارلو أنشلوتي ده هي هذا العقلية الإيطالية المدريفاني لريال مدريد لكن أفضل لعب في العالم هي جائزة أفضل لعب في العالم كرة ذهبية هي الأفضل لعب في العالم هو الكريمة فرودري عندما خطفها خطفها كلعب إسبانيا من ريال مدريد وإن كان إسبانيا المفروض تكون فرحانة 60 سنة ما دخلتش لإسبانيا ومع ذلك الإسبان مدعمين لبرازيلي بقوة النادي الملكي